السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم عنا نموذج وأول للفرض الأول في مادة الرياضيات وهذا الفرض له علاقة بالدروس الأربع الأولى في الوحدة الأولى وهي الدروس الدرس الأول كنا قد تطرقنا للأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون القراءة وكتابة ومقارنة وترتيب ثم الزوايا في الدرس الثاني ثم قياس الأطوال والكتل والمساحات في الدرس الثالث والأعداد الكبير في الدرس الرابع إذن هذه التمرين تقرم لها علاقة وطيدة بما تطرقنا إليه نبدأ بالتمرين الأول أكتب كل عدد مما يلي بالأرقام وهنا أكتب كل عدد مما يلي بالحروف إذن هنا لابد من تحديد الفصول لكي نتحكم في مثل هذه الأعداد نحدد الفصول يعني مثلا هذا دبر في فصل الآلاف وفي فصل الوحدات العدد الثاني يتكون من فصل الوحدات ولكن وفصل الملايين ولا توجد فيه فصل الآلاف إذن هنا فصل الوحدات وفصل الملايين وبالتالي عند كتابة هذه الأعداد يجب يعني الأحتياط يعني هنا 86 ألفا إذن 86 ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون وخمسمائة وسبعة وعشرون إذن هذا هو العدد الأول العدد الثاني لدينا 65 مليون إذن مع الناش الآلاف إذن القلصة دي الآلاف ما كيناش إذن سنضع فيها أصفار 56 مع الناش المئات إذن سنضع كذلك الصفر ثم 56 وخمسة وخمسة إذن هكذا يمكن كتابة هذه الأعداد إذن بالنسبة للحروف كذلك لدينا هنا ثلاثة فصل الوحدات وفصل الآلاف وفصل الملايين إذن ماذا سنقول خمسمائة خمسمائة وسبعون ألفا أعفوا مليونا مليونا ثم سبعة وخمسون ألفا نحن يا وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسمائة وسبعة إذن هذا بالنسبة للعدد الأول بالنسبة للعدد الثاني كذلك لدينا ثلاثة فصل الملايين والآلاف والوحدات إذن أربعمائة وأربعة أربعمائة وأربعة وأربعة مليونا وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة 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 إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول التمرين الثاني التمرين الثاني أرتب الكتلة التالية من الأكبر إلى الأصغر ترتيب التناقص هذا الكتلة مثلاً سنجي أنا ونرى أكبر رقم مثلاً هذا ونضعه هنا وهذا مثلاً سيبر فصل 72 نضعه هنا لا هنا لابد أن نخص نحول لابد أن أقوم بتحويلات لابد أن نوحيد الوحدة إذن شكونا هي الوحدة اللي نقدر نأخذ هنا إذن نأخذ الكيلوغرام الكيلوغرام إذن هنا هذه ما غديش نحولها هذه قابلة للتحويل إذن هذه غدي نحولها الكيلوغرام وهذه نحولها الكيلوغرام وهذه نحولها الكيلوغرام قبل أن أقوم بعملية المقارنة إذن هنا غني نستعمل إذن عندي 64 قنطار 64 قنطار كم تساوي بالكيلوغرام إذن تساوي 6400 6400 كيلوغرام بالنسبة ل1989 هكتوغرام 1989 هكتوغرام إذن كم تساوي بالكيلوغرام إذن 198 فاصلة 9 كيلوغرام 0.72 طن إذن 0.72 طن إذن تساوي 720 طن 720 كيلوغرام إذن دا بغد نقوم بالمقارنة بين الكيلوغرامات إذن دا باش كونا هي أكبر عدد إذن هنا إذن 6400 كيلوغرام إذن هذا هو العدد الأكبر إذن هذا الأكبر ولكن واش حنا غد نكتبه هذا؟ هذا غي حولنا بغي ستعملناه ولكن احنا في الترتيب غد نكتبه 64 قنطار ثم بعد ذلك عدنا 651 وعندنا 720 إذن 720 هي الأكبر إذن 0.72 طن ثم بعد ذلك لدينا 651 كيلوغرام ستتمائة وواحد وخمسون كيلوغرام إذن هذه الليشفناها في البداية كانت العدد الكبير ستقاسية الأصغر ولهذا لا بد من الإحتياط عندما نقوم بالمقارنة هكتوغرام إذن ننتقل إلى التمرين الموالي إذن لدينا أحول إذن هنا عندنا مجموعة ديال القياسات بالمتر بالديسيمتر بالميليمتر ولكن النتيجة بغيناها بالسنتيمتر إذن لا بد أن نحول كل هذا إلى السنتيمتر إذن نستعمل أيضا جدول التحويلات إذن لدينا كل شخص يتحويل سنتيمتر ونجمعه إذن لدينا 780 متر إذن 780 متر إذن نضعها في الجدول 37 ديسيمتر 37 ديسيمتر وعندنا 5467 ميليمتر 5467 إذن 5467 إذن نحويل مليمتر إذن تصدير ستصدير هنا يالميليمتر وليس المتر إذن 5467 ميليمتر إذن 7 5467 ميليمتر إذن نحويل كل شيء إلى السنتيمتر إذن هذه السنتيمتر هنا غضي نضيفه جوج أصفار هنا غضي نضيفه صفر وهنا غضي نوضعه فاصل ثم نجمع إذن نجمعه هذا الشيء في الجدول نوك عندي هنا سبعة ستة زائد جوج أصفار ستة سبعة زائد أربعة إحدى عشر أحتفظ بواحد خمسة والثلاثة تمانية والواحد تسعة ثم تمانية ثم سبعة ثم الفاصلة نضعها إذن النتيجة النهائية هي تمانية وسبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر فاصلة سبعة سنتيمتر إذن هذا بالنسبة للتمرين السؤال المتعلق بالأطول إذن سنرى السؤال المتعلق بالمساح إذن عندي سبعمائة ديكامتر مربع إذن سبعمائة ديكامتر مربع إذن سنحولها المتر مربع إذن هنا عندي ديكامتر مربع في جوج خانات ثم عندنا ديكامتر مربع كذلك في جوج خانات لأننا مساحة وعندنا المتر مربع في جوج خانات إذن شنو القياس اللي عندي سبعمائة ديكامتر مربع إذن إذا بغيناها بالمتر مربع نزيد الجوج أصفر إذن هذه تغطينا سبعمائة سبعون ألف سبعون ألف إذا بغينا سبعة هنا أخصنا نحدد الوحدة إذن نحدف الأصفال إذن شنو النتيجة سبعة هيكتوماتر مربع إذن ننتقل التمرين الموالي ورتبوا الأعداد التالية ترتيباً تناقصياً ماذا يعني تناقصياً؟ يعني من الأصغر إلى الأكبر إذن لدينا أربعة دي الأرقام كبيرة إذن أول شيء نشوفوش حال عندنا دي الفصول إذن هذا فصل الوحدات هذا فصل الألاف وقالنا فصل الملايين إذن فصل الملايين نقارن الفصول الملايين إذن لدينا ما فيها سبعة ستين سبعة وستين مليون الملايين ي подходد واحد على الملايين ف zust اهن هذا سليكون الملايين إذن، دم تقدم أعدادان في الملايين ما زلد سنقل الملايين إذن عندنا هنا 548 هنا عندنا 560 إذن شو كنا هو الأكبر إذن هذا هو الأكبر إذن 67 مليون و 560 ألف و 6 و 3 لماذا؟ لأنه عنده في الآلاف أكبر من هذا إذن هنا 567 ألفا مليونا و 548 ألفا و 392 إذن ده بقرنا اللي متقدين على مستوى 67 مليون ده بغى نشوفوا اللي متقدين على مستوى 65 مليون إذن هذا تقد كذلك على مستوى الآلاف إذن سنقارنهما على مستوى الوحدات إذن اللي كبير فيهم هو اللي غير يجي إذن هذا أكبر من هذا إذن 65 مليون 980 ألفا و 600 هنا 65 مليون 980 ألفا و 540 ألفا إذن ننتقل إلى التمرين الموالي ألاحظ الشكل التالي ثم أحسب إذن عندنا هذا الشكل عندنا مجموعة من الزاوية إذن السؤال قياس الزاوية أب إذن أحسب قياس الزاوية أب إذن أين هي الزاوية أب إذن هي هذه إذن كيف أشغل نحسبها الزاوية إذن عندنا الزاوية أود زاوية مستقيمة وهذه الزاوية قياسها 90 درجة وهذه الزاوية قياسها 30 إذن ماذا سيساوي قياس الزاوية أب إذن أب قياسها يساوي 180 درجة مجموعة هو قياس الزاوية المستقيمة وسنطرح منه 30 والتسعون يعني نطرح منه 90 زائد 30 إذن 180 درجة ناقص 90 والتلاتون مئة وعشرون إذن إلى أجل الزاوية تبقى لنا 6 إذن هذه الزاوية التي كانت قبل لحظات غير معروفة أصبحت معروفة 60 درجة قياس الزاوية أصي قياس الزاوية أصي إذن لو أننا ما حسبناش الزاوية أب هل سنعرف قياس الزاوية أصي لن نستطع لأن الزاوية أصي ماذا تساوي الزاوية أصي كتساوي الزاوية القائمة 90 درجة زائد 60 درجة اللي حسبنا ذلك إذن ستساوي 90 زائد 60 تساوي مئة وخمسون درجة. قياس الزاوية بأو دي. اذا هنا ب ب او دي. اذا كذلك الزاوية بأو دي كذلك ستساوي اه ربما هنا اعتقد بان نبغو يقولون او او دي. هادي نحييدو هاو نحسبو او او افضل. اما الزاوية بأو دي. لو انه كانت يلي مطلبة. ردي تكون يلي في البداية. اذا احنا عمل افضل ناخدو احنا بأو دي. اذا الزاوية بأو دي. اذا الزاوية هي اللي نحسبو افضل. اذا الزاوية او دي. اذا اذا بغينا او دي. شنو هادي نديرو غنحسبو ناخدو مئة وثمانين. اما الزاوية بأو دي. فهي ثلاثين زائد تسعين مئة وعشرين. خصة تكون هي اللي في الاول. لو انه كان هذا هو المقصود من التمرين. اذا بغا ناخدو. باش نحسبو او او دي. شنو نخص ناخص. ناخدو الزاوية مئة وتمانون درجة. الزاوية المستقيمة يعني هذه. وسنطرح منها مئة وعشرون. ناقص مئة وعشرون. اذا كم تساوي؟ تساوي ست. ولكن كينا واحد القاعدة. قد تقول زاوية تانية متقابلة تانية بالرأس. متقايسة. ولكن هي ممكناش للتلاميذ الخامسة ابتداء. اذا هذا بالنسبة للتمرين الرابع. ننتقل الى التمرين الخامس. التمرين الخامس. المضلع التالي يمثل مصارى سباق للعدوي الريفي. احسب طول مصارى السباق في المطر. اذا هذا المصار الذي نحسبه يجب كل شيء نحويله على المطر. لدينا المطر سوف نحتفظ عليه. والذي يجب أن نحويله. اذا هذه قاعدة تحويل. وهذه التحويل. وهذه التحويل. وهذه التحويل. اذا المصار سوف نبدأ من هنا مثلا. سوف يساوي خمسة. اذا المصار سوف يكون خمسة عشرين فاصلة سبعة هكتومتر. زائد ثلاثة فاصلة اثنان كيلو متر. زائد مئة وستون ديكامتر. زائد ثلاثة آلاف وسبعمائة خمسة وستون متر. زائد مئة وستة واربعون او اربعة عشر الف وستمائة وتمانون ديسيمتر. اذا النتيجة دابة باش نحسبها بالمتر خص نحول كل شيء بالمتر. اذا هنا نبدأ ان نستعمل آآ جدول التحويلات. اذا نضع كل شيء في الجدول ثم نجمع. اذا ناخد خمسة وعشرون فاصلة سبعة هكتومتر. اذا خمسة وعشرون فاصلة سبعة. لما ندير الفاصلة. ثم ثلاثة فاصلة اثنان كيلو متر. ثلاثة فاصلة اثنان كيلو متر. ثم مئة وستون ديكا متر. مئة وستون ديكا متر. ثم ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون هذه تم تحويلها. ثلاثة آلاف وسبعمائة ثم اربعة عشرة الف وتمانون. ثم ستمائة وتمانون. اه اه ديكا متر. اذا نحضف ماتر اذا الفان وخمسمائة وسبعون ماتر زائد ثلاثة آلاف ومئتان ماتر زائد الف وستمائة ماتر زائد ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ماتر ثم الف واربعمائة وتمانية وستون ماتر اذا نجمع كل شيء في هذا الجدول نقبل النتيجة النهائية بالماتر اذا لدينا ثمانية زائد خمسة ثلاثة عشر احتفظ بواحد ستة اتنى عشر والتمانية عشرون احتفظ باثنان اربعة عشر تسعة عشر اربعة وعشرون خمسة وعشرين ستة وعشرون اذا احتفظ باثنان اربعة خمسة تمانية عشر اتنى عشر نتيجة النهائية بالماتر هي اتنى عشر ألف وستمائة وثلاثة متر اذا هذا كل ما يتعلق بهذا الفرض هذا نموذج الفرض الثاني سنحاول ادراج تمارين باللغة الفرنسية في حصة قادمة بحولها ترجمة نانسي قنقر